السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الأعزاء من كل مكان من جميع نحاء الوطن العربي اليوم هنوريكم الوضع الجديد للقتال القتال المختلط في وضع الزون وضع الزون هذا ووضع البابش إذا ما تعرفون راح تلاحظون أنه الخريطة بتتبلش كبيرة بعدها بتصغر تصغر تصغر حتى تسير مربع صغير يحتدم القتال على هذا المربع طبعا زي ما بتعرفون في بداية اللعبة هاي ما راح يكون عندك أبنية ما فيش قيادة بس راح يكون عندك مجموعة الجاش مش راح تركيز للعب من شان نعرف نصور الفيديو طبعا على كل حال في بداية اللعبة هتلاحظون وراح يكون حواليكم مشويل صندوق تحاولون تجمعها وتحاولون تتحركون بحضر لأن الوضع القتال هاض فيه أربعة يعني عندك أربعة خصوين بالعب ضدك إذا حاولت تفرق جيشك يعني وانما تروح تلاقي جوش توك لك فمشان هيك تكون حضر كتير بالتحرق وما تخلي الوحدة تتباعد يعني يخلي جيشك متناسق متراسق متراسق مشان تقدر تتحرك شوي شوي طبعا زي ما شايفين استخدموا تعزيزات مشان نجمعهم نقاط طبعا تتعرفون هاي حاويات ما فيش بها موارد الحاوية العادية بتأخذ منها جندي اللي هو إما جندي النار جندي رشاش جندي صاروخ أما بالنسبة للحاويات الكبيرة تأخذ منها دبابات زيو سترونيت أو درا أو حسب ما بيطلع لك لو كلها زي ما شايفين هنا اشتبكنا مع القسم الأصفر ولكن القسم الأصفر قرر التراجع وإنه ما يدخل في شؤون خاصة يعني تراجع للخلف لو كلها لنأخذ الصناديق هاي ومنحاول نخش على النص ولكن منطقة النص ما أنصحكم تخشونها لأنكم بس تفوتون منطقة النص انت الآن عم بتحارب ثلاث أشخاص بنفس الوقت انت الآن وضعت نفسك في موقف محرش ومنشان هيك نحاول منطقة النص ما نقرب عليها كتير ما نحاول ندخل كتير فيها طبعا نترك شوية جش بالنص يعني ضحفين فيه زي ما تعرفون يعني أنا خشتي عن منطقة النص كانت خاطئة مما أفقد عني القليل من القوات ولكن الحمد لله يعني قدرنا نجمع شوية سنديق ونعوض النقذ طبعا هاي البطولة نحاول نستخدمها بستات أحمر بس زي ما تشايفين الوضع هناك ثلاث دقين ببعض يعني عندكم واحد اتحادي واثنين مقاومة بلشانين في بعض وإحنا عندنا نجمع نقض طبعا اللي بقدر إنه ينجوا من مواجهات هو بفوز ليش يعني هم يكتلوا بعض وإنت آخر إشي تهاجمهم طبعا الحمد لله كامل ننجوا من مواجهات وبنقتل الجنيد المتفارقين بس عم بنحاول ننمي جيشنا ونحاول نخليهم يكتلوا بعض زي ما تعرفون الفائز بش المضحك هسه يدمر له واحد يضحك عليه الفائز هو من يضحك أخيرا طبعا نذكركم ضدنا إحنا عم بنواجه ثلاث قصوم وليس خصم واحد وهذا إشي بيجعل اللي بهاي صعبة بيجعل الوضع حاد صعب بيجعل الموضوع صعب ولكن ما بهم نتدارك الموقف نجمع موارد النقاط نتلق الأمام نتدارك الموضوع نتدارك الموضوع نتدارك الموضوع نتدارك الموضوع طبعا في شتباك مع الأخضر الأخضر عنده فائت قواته فارقة نحن منحر جيشنا مع بعض منشان أي خصم بنلاحظ بوجوده نمره طبعا الزون الأحمر بس تخش فيه رح تلاحظ أنه جيشك حبلش يوف الضرر في بطوح كيف لابت ببجي بتخش بالزون وتبلش يعني ففيك تخش بالزون ولكن قواتك هتفقد 5% من قوتها كل تانية يعني إذا قعدت بالزون 10 دوان رح تخسر أقول هاليا مطقة النص ما شايفين منطقة صعبة طبعا في بطل هان خشب النص كده لما طبعا نحش نحش منطقة حلوة لنقدر ندمر نقص طبعا أظن أنهم قتلوا بعض يعني دمروا بعض فمشان هيك رح يكون تدمير مسيح جدا طبعا الضرر صغيرة كثير أتوقع مساعة الضرر 50 خلية 50 خلية خلية الخريطة مزح مية ضربية طبش مهم نستولى منطقة النصف ونضرب النص هيك بنضمن إننا بنوخد خط دفاعي زي ما بتعرفون دايما الخصم هو البيهاجم والمدافع حول إله الأفضلية يعني إنت بس تكون معا خط دفاع والخصم يهاجم وإنت معك الأفضلية إنك مدافع فالأفضلية دايما للمدافعين فإنسان هيك حتكون طبعا كل حال منحظ نهار ودقي النص طبعا للمنت هي أتوقع القصوم عم بنمر بعض بره يعني في منوشات بين الإصغار عم بكتد بعض وأنا هل مرتاح هاي النظام الجديد لابا الجديدة ما هي تهلالة تركز وتفوز لسه تكون أول طبعا كل حال عدو مات 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 عم بضيه وقت هناك مات مات يحاول يجميله شوية جيش مات يبوش علي ويعمل له حركات يعني حركاتك يا معلم حركاتك على كل حال ما بهم حسب الاسبال القناة ليش خليلي انت بابتون شوب بسبب اسباب بعضة مثل نقص الترنت مشرق عندي شوية مشاكل هناك فمشان هيك يعني لازم أنا اركز وادبر اموري بنفسي مشان هكذا راح لكل المشاكل وارجع سيء اول ونشر لكم بسيط مباشرة هكون هلعين مهارك قطعة هتكون شو شايفين سيهلة يعني شوي اللي يعبين الهجوم السريع لانها ما تطلب تتبني دفاعات ولا تتطلب تبني اشي بس جنودك وتنتجه وخلص يعني بس تصنيع جنود طبعا معركة مستمرة واحنا محافظين على النص سيما بتعرفون بالنص هو بيكون مستولى على كل اشي هو بيكون الفائز اللي عبي له راح نظرنا محافظين على النص حتى نهاية اللابة واتمنى انكم كنتوا تشتفا هدونا مشاهدة وممتعة ومضيعة وقتكم ان شاء الله وشوفكم الهن بكرة او صبحيات مشان محافظة 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 الزون صار خطير ايش جوه راح يموت بس يكون الزون هنا احمر عشرة توانية احدها تشغل بيتموت او تمانية توانية او سبعة توانية حسب شو صحتها بكل حالة ده عجبكم الفيديو اعطوا لايك وتنسوا الاشتراك بالقناة مشان ابعتلكم كل جديد الى اللقاء